السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الحلوين طلاب صحف سابع معكم ميس كوثر من مدرسة البرنامج الجديد حابين اليوم نعمل مراجعة عن الأعداد النسبية عن الأعداد النسبية العدد النسبي هو كل عدد بستطيع أني أكتبه على شكل بص على مقام يعني على كسر يعني بقدر أكتبه على شكل كسر يتكون بص من مقام إذا كان غير هيك أنا بدي أضطر أني أحوله يعني مثلا إذا كان عدد كسري مثل 2 و 1 على 3 هذا من بص و مقام من عدد صحيح بس أنا هيك ما بهمني أنا العدد النسبي بس بص و مقام إذا بدي أضطر أني أحوله بحكي 3 في 2 6 زائد 1 7 إذن 3 ضرب 2 6 زائد 1 3 ضرب 2 6 زائد 1 7 على 3 يبقى المقام كما هو يبقى المقام كما هو مثلا عندي هون 5 على 9 الخمسة على 9 هي بص على مقام بص على مقام إذن هو عدد نسبي لأنا أصلا جاهز بص على مقام جاهز بص على مقام إذن باجي بحكي هذا عدد نسبي وهذا عدد نسبي لكن هذا أصلا ما كان عدد نسبي أنا حولت العدد نسبي فيه شغلين بدي أحكي لكم إياها كنتم أخذينها زمان بالنسبة لهذه العددين النسبيين هسا العدد الكسري أنا لما حولت العدد النسبي صار غير حقيقي صار كسر غير حقيقي صار كسر غير حقيقي لكن هذا 5 على 9 هو كسر حقيقي هو كسر حقيقي ليش؟ لأنه لما يكون البصت أكبر من المقام بيكون غير حقيقي لكن لما يكون البصت أقل من المقام بيكون عندي حقيقي بيكون عندي حقيقي إذن هذه الشغلة لازم نعرفها نهاية بتضل معاكم وأصلا أخذتوها بصف رابع تقريبا بتضل معاكم مع طول لازم تميز بالنكسر الحقيقي بكسر غير حقيقي لك تجد تحكي لي يعني وضحينا إياها مثلا مس أوضح من هيك رح أحكي لك مثلا عندك كالب غاتو منقطع لعشر قطع ممكن أنت تأكل ثلاثة من عشرة ممكن أنت تأكل ثلاثة من عشر قطع هذا حقيقي لكن هل ممكن تأكل أنت اتناشر قطعة من عشرة؟ لأ طبعا غير حقيقة هذا الشي لأنه أصلا الغاتو أو الكيكة عندنا مقسم العشر قطع كيف تأكل أنا اتناش؟ هي مقسم العشر قطع متساوية أنا كيف بدي أكل اتناش؟ إذن عشان هيك سموه غير حقيقي لأنه يعني مش موجود في الحياة فهو غير حقيقي أو وهمي أو غير فعلي هاي كلها مسميات من صف لصف بيختلف المسمى لكن المضمون نفس ما هو إنه حقيقي وغير حقيقي فعلي وغير فعلي وهمي وغير وهمي تمام؟ إذن كمان مرة بجيب أحكي إنه الأعداد النسبي لازم تكون على كسر بسط على مقام وفي عندي نوعين من الكسور عندنا حقيقة وعندنا غير حقيقة عندنا حقيقة وعندنا غير حقيقة الآن لو جيت حكيت لك مثلا عندي ثلاثة على سبعة وعندي خمسة على ثلاث وعندي عشرة على تناش وعندي واحد على تسعة عندي ثلاثة على سبعة هل هذا حقيقي ولا غير حقيقي؟ هو حقيقي خمسة على ثلاثة غير حقيقي ليه أشخن حقيقي؟ لأنه البسط أقل من المقام هو غير حقيقي لأنه البسط أكبر من المقام عشرة على اتناش حقيقي أنه عند البسط أقل من المقام واحد على تسعة برضو حقيقي ليه أشخن أنه البسط أقل من المقام لكن هذا كله سواء حقيقي ولا غير حقيقي اسمه عدد نسبي اسمه عدد نسبي يكتب على صيغة كسر بسط على مقام ألف على با ألف على با إذن هذا كله اسمه عدد نسبي سواء حقيقي ولا غير حقيقي وبسط على مقام العدد النسبي هو بسط على مقام يكتب بسط على مقام الآن بدنا نراجع مع بعض العمليات الحسابية على هاي العدد النسبية يعني الجمع الطرح الطرب القسمة باجي بحكي أنا مثلا عندي مثلا هاي ثلاثة صحيح واحد على خمسة زائد واحد على خمسة يساوي طيب هان عندي عدد نسبي جاهز هون مش عدد نسبي هون عدد كسري شو باجي بحكي بحكي خمسة ضرب ثلاث زائد واحد خمسة ضرب ثلاث خمسة زائد واحد 16 16 على 5 زائد هاي بتنزل زي ما هي فانها جاهزة 1 على 5 16 زائد 1 باجي هيك بجمع 16 زائد 1 17 باجي بواحد المقامات اذا موحدة خلاص بتضل زي ما هي مش موحدة بقم بتوحيدها 5 و 5 موحدات اذا زي ما هي 5 هذا بالنسبة لجمع العداد النسبية عندي شغلة تانية مثلا ممكن عندي تكون 3 و 2 على 4 زائد 1 و 1 على 2 هسا باجي اولش انا بتطلع المقامات 2 و 4 مش موحدة 2 كي بده تصير 4 بضرب 2 وهون بضرب 2 باجي هي بحكي 3 و 2 على 4 زائد 1 2 في 1 2 على 4 يساوي هسا عنا في صف سادس كنت تاخدوه كيف انه العدد الصحيح باجمع مع العدد الصحيح 3 زائد 1 4 والبسط مع البسط 2 زائد 2 4 على المقام يبقى كما هو 4 لكن انتو عندكم هون ما بيجمع الاعداد الصحيح ليش لانه اصلا الوحدة بتحكي عن الاعداد النسبية ويضل هيك معناته هدو مش عدد نسبي طب هي الوحدة بتحكي عن الاعداد النسبية معناتو انا لازم شو اعمل لازم انا احولها لعداد نسبية حتى اقدر اجمع واطرح لكن هذا الحل صحيح هذا الحل صحيح بينزل مثلا تحت بنت وحدة الكسور وجمحها وطرحها لكن وحدة الاعداد النسبية لازم كل حل يكون بالاعداد النسبية عشان هيك باجي بحول هاي لعداد نسبية هس راح تشوفه هيطلع بالنهاية نفس الجواب أربعة ضرب تلاتة زائد تنين أربعة ضرب تلاتة إطناش زائد 2 14 على 4 زائد 4 ضرب 1 زائد 2 4 ضرب 1 4 زائد 2 6 6 على 4 يساوي هسا المقامات هون مالها موحدة باجي بحكي 6 زائد 14 20 20 على 4 هون عدد نسبي وهون عدد نسبي والجواب عدد نسبي هون بسط بسط على مقام وهون بسط على مقام والجواب بسط على مقام نحكي مثلا هون بدي أحول هل عدد كسرة حتى أشوف حيطلع نفس الجواب ولا صح انا عندي هون عدد نسبي صحيح لكن خلني أشوف هل هو نفس حل طلاب صف 3 ولا لا العشرين كم أربعة فيها فيها العشرين كم أربعة فيها فيها أربع العشرين كم أربعة فيها فيها خمسة صح؟ العشرين كم أربعة فيها خمسة وهذا هو برضو خمسة أربعة على أربعة واحد الواحد بضيفها هون للأربعة شو بتصير خمسة إذن جوابي صح سواء حليته هيك أو هيك جوابي صح لكن أنا في سابع كونه واحدة أعداد نسبية ما بصير أجاوب هيك بحول كل واحد لعدد نسبية وبعدين بجمعهم كل واحد بحوله لعدد نسبية بعدين بجمعهم تمام هيك الطرح برضو نفس الشي نفس العملية الطرح الطرح كمان نفس العملية مثلا عندي أربعة واثنين على تمانية ناقص واحد وخلين نحكي هون مثلا ثلاثة على تمانية وهون واحد على تمانية يساوي باجي بحكي في سابع كانوا أربعة ناقص واحد تلات تلات ناقص واحد تنين على تمانية هذا الحل صحيح لكن أنا عندي في سابع وحدة الأعداد النسبي وليس وحدة الأعداد الكسرية ولا وحدة الكسور أنا وحدة الأعداد النسبي إذن كل شي لازم أحاول العدد نسبي قبل ما أدخل في الحل باجي بحكي تمانية ضرب أربعة اتنين وتلاتين زائد تلات خمس وتلاتين على تمانية ناقص تمانية في واحد تمانية زائد واحد تسعة على تمانية يساوي الآن خمس وتلاتين ناقص تسعة اللي هي ستة وعشرين على تمانية ستة وعشرين على تمانية هاتلا نشوف هون حل صف سادس تمانية ضرب تلات أربعة وعشرين زائد تنين ستة وعشرين على تمانية إذن حل سادس صح وحل سابع صح لكن سادس وحدة الأعداد الكسرية والكسور العمليات عليها لكن سابع وحدة الأعداد النسبي لازم كل شي أحاوله لعداد نسبي كل شي أحاوله لعداد نسبي أهم شي أهم شي أهم شي بجمع الأعداد النسبي وطرحها وجمع الكسور وجمع الأعداد الكسرية كله أي شي إلو مقام بالجمع والطرح لازم أتأكد إنه المقامات موحدة مش موحدة أنا بقوم بتوحيدها أنا بقوم بتوحيدها تمام؟ أنا بقوم بتوحيدها يعني مثلا مثال عنا خلينا نحكي خمسة واحد على ثلاثة على خمسة وعشرين ناقص واحد نحكي التنين على خمسة هون خليها تلتاشر باجي بحكي أول شي بتطلع على المقامات هون خمسة وعشرين هون خمسة إذن بدي وحدها هاي في خمسة وهاي في خمسة هاي رح تنزل زي ما هي تلتاشر على خمسة وعشرين ناقص وهاي رح تنزل واحد خمسة في اتنين عشرة على خمسة وعشرين هاي صارت عندي موحدات هيك بسير موحدات إذن زي ما حكينا سواء في جمع الكسور طرح الكسور العداد الكسرية العداد النسبية كله لازم يكون أي شيء له مقام لازم يكون مقامات موحدة ده الجمع والطرح فقط لا غير الضرب القسمي لا طبعا شي تاني هذا بس أنا بحكي في الجمع والطرح سواء عداد نسبية أو كسور أو عداد كسرية طالما في مقام لازم يكون المقامات موحدة لازم يكون المقامات موحدة المراجعة الجاي حتكون عن ضرب وقسمة الأعداد النسبية ضرب وقسمة الأعداد النسبية يعطيكم العافية حبايوي